اشتركوا في القناة وقادما عليه سأله هل لك من شاة فيها لبن؟ قال إني مؤتمن يعني هذه أمانة الشياح مؤتمن لسيدي فقال له ائتنا بشاة لا لبن فيها لم تلد ما فيها لبن؟ يقول فجأته ما بشاة فإذا بالنفس عليه يدعو وإذا بها تمتلئ لبن فحلبها ثم شربها ثم عادت كما كانت فتعجبت من هذا الرجل؟ وماذا صنع؟ وكيف حصل هذا؟ يقول فلما ذهب بدأت أسأل عنهما فقيل له إنه محمد صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله الذي بعث في مكة وهذا صاحبه الصديق أبو بكر فإذا به يذهب إلى النبي مباشرة ويجلس عنده ويشرح الله صدره فيعلن إسلامه ويقول اشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وبدأ يتعلم القرآن من هذا الرجل؟ إنه عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال النبي للصحابة بعد أن تعلم القرآن قال استقرئوا القرآن من عبد الله بن مسعود يعني كل واحد يبي يعرف قراءة صحيحة ولا لا يقرأها على من؟ على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا سئلت وقيل لك من أول من جهر بالقرآن بين المشركين قل عبد الله بن مسعود من الصحابة أول واحد استأذن النبي في البداية كل واحد خايف الآن من كتم إيمانا ومن يتخفى في عبادته ومن يفعل إلا عبد الله بن مسعود قام أمام المشركين والناس هذا يمشي وهذا مشغول وهذا ما يدرون الشيء يسوي فجأة جمع الناس فقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالتفت الناس من هذا؟ وماذا يقول؟ الرحمن من الرحمن؟ طبحنا المشركون ما يعرفون كلمة الرحمن عندهم غريبة أصلا الرحمن؟ علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان أخذ يقرأ ويقرأ ويقرأ فتجمع عليه المشركون وبدأوا يضربونه وهو ما علي منهم؟ يقرأ ويضربونه وهو يقرأ وهو يقرأ وهو يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بأي نعمة تكذبون بها؟ نعمة النجم أم الشجر أم الشمس أم القمر أم العينين أم اللسان والبيان؟ بأي نعمة تكذبون؟ وهو يقرأ وهم يضربونه وهو يقرأ وهم يضربونه حتى خر على الأرض مغشيا عليه فجاءه الصحابة جسمه قد تلطخ بالدم من رأسه إلى أخمص قدميه حتى ظنه الناس قد مات فحمل وادخل إلى بيت أحد الصحابة يطبب ويعالج وقال له لما صنعت هذا يا عبد الرحمن؟ لما فعلت هذا؟ قال والله والله لوددت أن أرجع مرة أخرى غدا فأقرأ القرآن فأفعل ويصنع بما شاء حتى تخرج روحي رجل ارتبط اسمه بالقرآن أخذ يقرأ ويتعلم القرآن من النبي صلى الله عليه وآله وسلم شوف الإنسان اللي يعيش مع القرآن ترى ما يهتم بمصائب الدنيا لا يبالي بما فاته من الدنيا لا يبالي بأي نعيم زال منه وأي نعيم بقي لأن قلبه مرتبط بالقرآن هل تصدقون أن عبد الله بن مسعود يأتيه رسول الله فيقول له صلى الله عليه وآله وسلم يا عبد الله اقرأ يقول ماذا أقرأ؟ قال اقرأ علي القرآن استحى عبد الله يعني أنا أقرأ على الرسول معلمنا نبينا قائدنا أخذنا القرآن منه وأنا أقرأ عليه قال أقرأ عليك وعليك أنزل يعني أستحي قال أقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري ومو من أي واحد من عبد الله بن مسعود ومو أي رجل فإذا به يقرأ سورة النساء ويقرأ والنبي يستمع وينصد صلى الله عليه وآله وسلم إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصدوا لعلكم ترحمون لكن شوفوا الموقف الغريب من اللي يقرأ ومن اللي يستمع عبد الله يقرأ ويقرأ ويقرأ استرسل حتى وصل إلى قوله جل وعلا الآية اللي تخاطب الرسول بنفسه فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك أي أنت يا محمد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا عبد الله بن مسعود يقرأ يقول لما وصلت هذه الآية قال حسبك يعني بس خلاص يقول فنظرت فإذا عيناه تدرفان يبكي بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام إنه عبد الله بن مسعود الذي يقرأ القرآن غضا طريا من أحب أن يسمع القرآن كما أنزل على رسول الله فليسمعه من عبد الله بن مسعود من هذا الصحابي الجليل الذي يقرأ القرآن كما أنزل على رسول الله رجل إذا قرأ تدبر الناس عبد الله بن مسعود لم يكن فقط قارئا للقرآن بل كان بطلا كان شجاعا شهد الغزوات والمعارك أول معركة في الإسلام معركة بدر شهدها عبد الله بن مسعود وهو في المعركة يبحث عن من؟ عبد الله بن مسعود يبحث عن أبي جهل يبحث عن قائد المشركين قائد رجل مترس بالسلاح والدروع فإذا به يجده مضرجا بدمائه مضرب بالسيوف وعلى الأرض مستلقي فإذا بعبد الله بن مسعود يسرع إلى من؟ إلى أبي جهل من ضربه؟ ابن عفراء ابن عفراء شابان صغيران ضرباه وذهب إلى النبي يفتخران أنهما قتل أبا جهل لكنهما لم يعلم أن أبا جهل لا زال في الرمق الأخير فإدركه عبد الله بن مسعود فإذا به يرقى على صدره وكان عبد الله ضعيف الجسم جسم ضعيف لكن قلبه كبير لكنه بإيمانه كبير وعظيم لكن بجسده نحيل وضعيف فإذا به يرقى على صدر من؟ أبي جهل فإذا بعبد الله بن مسعود الآن من اللي شايف منه؟ أبو جهل ذلك الرجل البطل السيد في قومه ينظر إلى راعي غنم عبد الله بن مسعود كان راعي غنم مسكين فقير يعني فقال أبو جهل في الرمق الأخير يكلم عبد الله يقول له لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم أنت ركبت مكان مقدك شوف الكبر والفخر في أبي جهل حتى قبل الموت ثم سأل أبو جهل لمن الغلبه؟ من اللي غالب في المعركة؟ طيب أنت بتموت أخزاك الله وأنت الحين تلقى ربك شعلك في المعركة منه انتصر ومنه انهزم لكن لا زالت عزة الباطن في صدره اعتزازه بالكفر لا زال حتى قبل الموت محتم بقومه محتم بالباطن الذي يحمله فإذا به يقول عبد الله بن مسعود الغلبة للأه ولرسوله يعدو الله ثم أخذ السيف فحز رأسه أكمل به نهاية حياته ثم أخذ رأسه وألقاه بين يدي رسول الله ثم قال النبي الله أكبر مات فرعون هذه الأمة؟ أبو جهل مات أبو جهل من قطع رأسه؟ إنه الرجل النحيل إنه الرجل الضعيف إنه الرجل الذي جهر بالقرآن فضرب تموح الآن جاء وقت القصاص وهذه غلبة الدين إذا انتصر عبد الله بن مسعود يوم من الأيام كان يرقى على شجرة في مكة كان يرقى شجرة أو في المدينة وإذا بالصحابة ينظرون إليه جاءت الريح فانكشفت ساقى عبد الله بن مسعود الساقان انكشفتا وكانت ساقاه دقيقتان أضعاف يعني له ساقان دقيقتان فإذا بالصحابة ينظرون إلى ساقيه فكانهم ضحكوا يعني مسكين يكسر الخاطر فقال النبي لهم مما تضحكون؟ من دقة ساقيح؟ نعم يعني مو شيء مقصود لكن يعني شفناه شكل مسكين يكسر الخاطر فرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على من؟ على الصحابة قال تضحكون من دقة ساقيح والله إنهما أثقل في الميزان من جبل أحد الله أكبر هذه شهادة النبي في من؟ في عبد الله بن مسعود إن عبد الله بن مسعود كان رجلا متواضعا يوم من الأيام بعض الصحابة كان يتكلم كل واحد يعني يتكلم عن أعماله فقال عبد الله بن مسعود قال والله والله لو تعلمون ما في لحثيتم على رأس التراب وهو مبشر بفضائل كثيرة أحد الصحابة يوم من الأيام يقول والله لا أحب أن أكون من أصحاب اليمين أحب أن أكون من المقربين هم عالية فقال عبد الله بن مسعود قال والله إنني أتمنى وأرجو إذا مت ألا يبعثني الله عز وجل وينك تقول أصحاب اليمين ولا المقربين أنا أخاف إذا بعثت أن يسألني الرب عز وجل قبل وفاته جاءه عثمان بن عفان وهو يحتضر قال مما تشتكي قال ذنوبي قال ماذا تشتهي قال رحمة ربي قال آتي لك بطبيب قال الطبيب أمرضني فعلي أقصد الله عز وجل أرادني خلاص يعني ما ينفع معي طبيب فقال له أقسم لك عطاء أي شتبي قال لا حاجة لي بهذا فلفظ ذكر الله ووحد الله ثم قبض الله عز وجل روحا عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه اسم قد ارتبط بالقرآن شخصيتنا في الحلقة القادمة رجل من الحبشح عاش مع النبي مع أصحابه من البادئين في الدخول في الإسلام من السابقين عذب عذابا شديدا كل من عذب في مكة أجاب المشركين لما أرادوا بالإكراح طبعا إلا هو فإنه لم يجبهم جعله النبي مؤذنه الخاص من مؤذن رسول الله هذا موضوع حديثنا بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة كونوا معنا استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا